على وقع الزيارات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وطيوان ردت الصين مجددا بمناورات عسكرية بالقرب من محيط الجزيرة تدريبات عسكرية صينية ركزت على تطويق كامل لجزيرة طيوان اظهرت التزام بكين تنفيذ استراتيجيات القائمة منذ العام الماضي على مواصلة دوريات الاستعداد القتالية المنتظمة في المنطقة التي تشهد توترا متصاعدا وجها لوجها تتواجه نحو عشرين سفينة عسكرية نصفها من طيوان والاخر من الصين بالقرب من الخط المتوسط لمضيق طيوان الذي ظل سنوات حاجزا غير رسميا بين الجانبين على الرغم من ان بكين لم تحدد مواقع التدريبات بدقة ذكرت ان المناورات التي ستستمر حتى يوم غد تأتي ردا على سلسلة لقاءات رسمية بين مسؤولين امريكيين وطيوانيين اخرها زيارة وفد من المشرعين الامريكيين الى تاي بيه برئاسة مايكل ماكول رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب وفي محاكاة صينية لشن ضربات دقيقة ضد اهداف رئيسية في طيوان والمياه المحيطة بها اعلنت وزارة الدفاع الطيوانية رزد تسع سفن حربية وثمان وخمسين طائرة صينية حول الجزيرة مشددة على انها تراقب الانشطة الصاروخية للصين وان قوات الدفاع الجوي الطيوانية على درجة عالية من اليقظة تاي بيه ادانت بشدة المناورات الصينية بينما دعت واشنطن بيكين الى ضبط النفس مؤكدة انها تبقي على قنوات اتصالها مع الصين مفتوحة المناورة التي بدأت بعد اجتماع في كاليفورنيا بين رئيسة الطيوانية ورئيس مجلس النواب الامريكية كيفين ماكارثي قال عنها التلفزيون الصينية انها تهدف الى بناء قدرات بيكين للسيطرة على البحر والمجال الجوي والمعلومات من اجل خلق ردع وتطويق كامل لتاي بيه